السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي مجمع مدارس جيل المستقبل الاهلية برانيا اليوم ها هناخد درس ايه الاشكال السلاسية الابعاد الاشكال السلاسية الابعاد احنا خدنا الاشكال السنائية الابعاد دي الاشكال السلاسية الابعاد طب ايه الفرق بين السلاسية والسنائية السنائية فيها حاجتين بس طول وعرض زي ايه مستطيل مربع مثلث متوازي أضلاق كل دي سناية الأبعاد فيها طول وعرض شبه منحرف لكن السلاسية الأبعاد فيها طول وعرض وارتفاع فيها طول وعرض وارتفاع خلي ما لك تاي معها طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع ادي الأشكال ايه سلاسية الأبعاد ده اللي فوق ده واللي تحت ده اسمه ايه وجه ده اسمه ايه وجه طيب الحرف ايه هو خط الطواب بين وجهين انتقاء الوجهين مع بعض يدينا ايه حرف الرأس هو انتقاء تلت احرف او اكتر ادي حرف وادي حرف اتقطعوا في اين في الرأس اتقطعوا في الرأس عندنا الاشكال هاي ده منشوره باعي ممكن يبقى مكعب ممكن يبقى متوازي مستطيلات على حسب الشكل لو كله مربعات يبقى مكعب لو كله مستطيلات يبقى متوازي مستطيلات منشور له ستة اوجه ادي واحد اتنين والاربعة اللي في الجوارد واحد اتنين واربعة في الجوارد ادي واحد اتنين تلات اربعة ولي في الوش يبقى ستة اوجه مستطيلة ممكن مربعة بما فيها القاعدتين المنشور السلاسي اللي زي الهرب زي قطعة الجبنة النسطور منشور سلاسي كله مسلسات قاعدتان مسلستان شكل هذه القاعدة مسلسة والقاعدة اللي تحت مسلسة قاعدتان مسلستان شكل والجوانب مستطيلة جوانبه مستطيلة طيب الشكل ده الصوانة دائرية له وجهان والاثنين على شكل دائرة مجسم فيه قاعدتان دائريتان يبقى فوق دائرة وتحت دائرة متوازيتان ومتطابقتان وسطح منحلي يصل بين القاعدتين ماشي مخروض له قاعدة واحدة دائرية وجه واحد ليه وجه واحد يبقى الفرق بين ده دائرة ده ليه وجهان وده ليه وجه واحد طيب التشوه منهم ايه ان الوجه بتاعه دائري ده ليه وجهه رأسهم مجسم فيه قاعدة دائرية الشكل وسطح منحلي من القاعدة الى الرأس الهرب ها مجسم له قاعدة واحدة ممكن تكون مربعة ممكن تكون مستطيلة ها وماء الاشكال بتاعته مسلسات يعني كم مسلس واحد اتنين تلاتة أربعة أربع مسلسات وقاعدة بتاعته يبقى خمسة طيب يبقى شكل ايه خماسي ممكن يكون مربعة ممكن يكون خماسي ووجهه الجانبية على شكل المسلسات عايزين نذكر الكلام ده كويس المنشور الرباعي منشور سلاسي اللي هو شبه ايه قطعة الجبنة استوامة ها مخروط هرب يلا كده نوصف الكريم ده ده ايه ده اللي احنا قلناه ها ايه اللي شلق قطعة الايوة ها منشور سلاسي خلي باك مصة كده ادي وجهه ما ادي وجهه الوجهين بتوعوا ايه متعمدين اه متعمدين وجهان متعمدين طيب هو ليه كم وجه ها ليه كم وجه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة له خمس اوجه ليه خمس اوجه ده عبارة عن ايه متوازي اضباع وده متوازي اضباع وده مسلس وده مسلس يبقى هنا قاعدتان متطابقتان على شكل ها مسلسان يبقى قاعدتان ها مسلسان متطابقان اسمه ايه منشور سلاسي اسمه منشور سلاسي طب انا هزي اعرف فيه كم حرف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة احرف يبقى فيه كم حرف تسعة احرف يبقى نشوف الشكل اللي بعد كده شكل ايه كم حرف احسنت مخروض عرفنا من ايه له قاعدة واحدة له قاعدة واحدة دائريت الشكل يعني قاعدته هي دائرة هي على شكل دائرة ورأس واحد ها وداء ايه ها سطحة منحنيان متقاطعان فيه او رأس بيتقطعوا فين في الرأس بيتقطعوا في الرأس يبقى دا سواء منشور دا منشور لا دا مخروض دا مخروض طب دا متوازي مستطيلات منشور ها مستطيل مستطيل اسمه متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات بس ما احرفه ادي حرف ودي حرف ودي حرف ودي حرف ها ها هذه عربعة خمسة ستة سبعة ها سبعة ها تمانية تسعة عشرة ها حداشر اتناشر يبقى كم حرف اتناشر حرف كم وجه ستة او كل وجهان ها متقابلان ملهم متطابقان ها وكل حرفان متتاليان ها متعامدان ده كل ده في الايه في المنشور المستطيلي اللي هو متوازي مستطيلات اللي هو بيتكون ملتكام واجه ستة اوجه ستة اوجه كلها مستطيلات الستة اوجه كلها مستطيلات تشوفني بعده الواجب ها هنعمل الواجب ده ازاي يلا كده نفكر نفس الشكل اللي احنا خدناه واجب يلا كان واجه ها ستة متوازي مستطيلات ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اوجه كم حرب اتناشة واحد اتنين تلاتة اربعة وتعد الاحرب بتاعته كل وجهان متقابلان متطبقان نفس الشكل اللي احنا خدناه هو الواجب تذكر الدرس كويس واي استفسار احنا معاكم على منصة مجمع مدارس جيد المستقبل الهنية برانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته